نشرت الملكة رانيا العبدالله زوجة العهل الأردني الملك عبدالله الثاني صورة جديدة من زيارتها لأمريكا للمشاركة في مؤتمر سان فالي وخطفت الصور القلوب خاصة صورة توسطها الأمير الحسين وزوجته الأميرة رجوة داخل صورة رياضية وتضمنت صورة ظهورا فردي للملكة رانيا في أثناء المشاركة في المؤتمر الاقتصادي أما الصورة الثانية فظهرت فيها الملكة رانيا داخل عربة الجولف وهي تجلس خلف الأمير الحسين وزوجته الأميرة رجوة وتتوسطهما بطريقة عفوية واختلفت الآراء حول الصورة إذ وجد البعض أن تصرف الأميرة رجوة غير لائق ويعتبر إهانة للملكة رانيا في أول مهمة رسمية لها من جهتها لفتت الأميرة رجو الأنظار بنظرة عفوية للأمير الحسين والذي ظهر وهو يقود السيارة وتبدو عليه علامات الاستمتاع والسعادة يذكر أن الملكة رانيا تشارك بتواصل صورا جديدة من مشاركتها في ملتقى صنبالي وكان آخرها صورة خطفت بها القلوب بلقطة عفوية كما نشرت مجموعة من الصور التي جمعتها بعائلتها وعلى رأسهم الملك عبد الله الثاني بن الحسين مع أولي ظهور رسمي للأميرة رجوة زوجة ابنها الأمير الحسين بن عبد الله الثاني من الولايات المتحدة الأمريكية وفي واحدة من الصور تظهر الملكة رانيا وأشعة الشمس ساطع عليها لتزين إطلالتها وتزيدها جمالا وهو ما زاد من الإطلالة العفوية التي خطفت القلوب وعن إطلالتها فاعتمدت الملكة رانيا على فستان كحلي صيفي بنصفكم باللون الغامق مع صندل صيفي باللون البني وزينت إطلالتها بتسريحة شعر مفروضة ناعمة كعادتها ومكياج أبرز جمال ملامحها ومنحها لمسات ملكية أبرزتها الصورة الأخيرة التي شاركت بها الجمهور في أحدث ظهور لها شكرا